اشتركوا في القناة ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس يهم مشاركة المنتخب الوطني في المونديال الجامعة تتقدم بطلب للكاف تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكورس القدم بطلب للاتحاد الافريقي لكورس القدم ليقضي بتأجيل التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 المزمع إقامته في الساحل العج وأفاد موقع فيلغولن مصري أن أربع اتحادات كوروية تقدمت بطلب تأجيل التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 ويتعلق الأمر بكل من المغرب السينيغال تونس وغانا وعزت الاتحادات المعنية طلبها لرغبتها في الاستعداد لكأس العالم قطر 2022 فإذا لتزامن التصفية مع التوقفات الدولية التي حددتها الفيفا للمنتخبات المشاركة في المونديال من أجل الاستعداد وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكورس القدم لتوفير ظروف استعداد المنتخب المغربي للمونديال لأملها في البصم على مشاركة جيدة في المحفل العالمية بعد النسخة الماضية التي كانت فيها النتائج السلبية رغم حسن أداء مجموعات هيرفيرونار حينها وكيل أعمال حاكم زياش يفجرها ويكشف المستور على عودته إلى المنتخب المغربية كشف مصطفى النخلي وكيل أعمال حاكم زياش نجم تشيس الإنجليزية حقيقة عودته إلى المنتخب المغربي لكورس القدم للمشاركة في نهائية كأس العالم قطر 2022 وأكد مصطفى النخلي في تصريح صعفي بالقول لن يتراجع عن قرار اعتزاله الدولي إنه يحب المغرب لكنه لن يلعب تحت إشراف وحيد خليل زيتش ولن يلعب كأس العالم مادم خليل زيتش يدرب المغرب وسيشجع الزملاءه وسيشاهد كأس العالم عبر التلفاز حكيم يركز حاليا على الناديه تشيسي يذكر أن حكيم زياش يغيب لمدة طويلة عن المنتخب بسبب خلافات مع الناخب الوطني وحيد خليل زيتش هذه حقيقة المباراة الودية بين المغرب وفرنسا نفى مسؤول في الجامعة الملكية المغربية لكورس القدم في تصريح لموقع السنر تنيوز أن تكون الجامعة قد برمجت إقامة مباراة الودية بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تحدثت عن احتمال إجراء مباراة السعداد لنحاية كأس العالم 2022 بقطار وضافت المسؤول أن الأمر لا يعد أن يكون مجرد تكهونت وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت المنتخبة المغربية إلى جانب كل من بلجيكا وكنودا وكرواتيا فيما أوقعت المنتخبة الفرنسي إلى جانب الدانيمارك وتونس والفائز من مباراة ملحق أسيا وأمريكا الجنوبية في أجواء رمضان مبابي يفتر مع حكيمي ويصب الشاي على الطريقة المغربية نشر الدولي المغربي أشرف حكيمي لعب باريسان جرمان الفرنسية يوم أمس الاثنين مقطع فيديو لصديقه والزميل في النادي الفرنسي كيليان مبابي وهو يشاركه فطور رمضان ودهى رمبابي من خلال خاصية ستوري عبر الحساب الرسمي لحكيمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهو يصب الشاي بالطريقة المغربية الأصيلة كما دون عليها عبارة أجواء رمضان هذا وقت رمبابي إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة الذين عبروا عن ساعدتهم برؤيته وهو يتفاعل مع شهر رمضان بالطريقة المغربية رفقة صديقه بودربالا يتأسف لغياب رحيمي عن المنتخب المغربي تأسف عزيز بودربالا الدولي المغربي السابق أنه كان يتمنى تواجد الدولي المغربي السوفيان رحيمي نجم فريق العين الإماراتي لكرسي القدامة مع المنتخب الوطني المغربي في المؤسكر الأخير قبل المواجهة الفاصلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وأوضح النجم الويدادية السابق في تصريح لقناة ميدي آن أنه كان يتمنى تواجد رحيمي رفقة المنتخب الوطني نظرا للإمكانية التي توفر عليها وضف المتحدث نفسه أن رحيمي كان قادرا على تقديم الإضافة للخط الأمامي للأصود فيضل الإمكانية التي توفر عليها والمستويات التي يبصم عليها تجدر الإشارة إلى أن المنتخبة المغربية نجح في التأهل إلى نهائية كأس العالم قطر 2022 بعد التعادل ذهابا والفوز إيابا بأربعة أداف مقابلة واحدة على الكونغو الديمقراطية أربعة مغاربة يتنفسون على جائزة أفضل لاعب إفريقية تم اختيار أربعة لاعبين مغاربة للتباري على جائزة مارك في فانفوية للعام 2022 والتي تمنحها إداعة فرنسا الدولي وفرنسا فانتكارت كل سنة لأفضل لاعب إفريقي في الدور الفرنسي لكرة القدم ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيم نجب بارستان جرمان وسوفيان بوفا اللاعب نادي أونجي ونيف أكلت المدافع فارق رين وينسى عبد الحميد لعب فارق ستادريمس وسيتم تتويج الفائز بهذه الجائزة التي فاز بها خلال السنة الماضية اللاعب الدولي غايل كوكتا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وينافس الدوليون المغربي على هذه الجائزة كل من بايو محمد لاعب كليامون فوت وفوفانا سيكو لاعب لانسا وإدريسي غاناقاي لاعب باريسان جرمان وهبي الخرزي لاعب سنتيتيان وماريولامينا لاعب نيسا وسيمون موزي لاعب نادي نانت وكارل توكو إيكانبي لاعب ليونا وهاماري تراوري لاعب ناديرين وسبقا أحرز هذه الجائزة التي لاعبنا مغرب وهم سفيان بوفالا سنة 2016 وينسب الهند سنة 2012 ومروهن الشماخ سنة 2009 عزيز بودربالا يحذر المنتخب المغربي قبل مونديا القطر 2022 تحدث اللاعب المنتخب المغربي السابق عزيز بودربالا عن مجموعة المنتخب المغربي في مونديا القطر 2022 بعد أن أوقعت القرعة المغرب في مجموعة قوية وسينافس المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخب بلجيكا ثم وصف نسخة كأس العالم بروسيا منتخب كرواتيا وكذا منتخب كندا وقال اللاعب الذي شارك رفقة المنتخب المغربي في أفرح مونديا 1986 أن المنتخب المغربي يملك كل الحدود للعبور للدور الثاني من المسابقة العالمية شريطة عدم استصغر أي خصم وخص بالذكر المنتخب الكندي حيث قال أن كندا قدمت مستوى كبير في التصفيات قبل التأهل لكأس العالم مضيفا توفرها على مجموعة شابة بإمكانها الصنع المفاجئة أما في حديثي عن المنتخب البلجيكي فقد أكد أن الجميع يعلم من هي بلجيكا حيث دائما ما تتواجد في الأدوار المتقدمة في البطولات الكبرى متحدثا أيضا عن قوة المنتخب الكرواتي وصف نسخة كأس العالم بروسيا 2018 والذي سقط بصعوبة أمام المنتخب الفرنسي واضف أن منتخب كرواتيا يتوفر للعبين ينشطون في أقوى البطولات الأوروبية يشار أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره في كأس العالم بقطر 2022 بمواجهة رفاق مودريتش المنتخب الكرواتي ثم يلاقي منتخب بلجيكا في الجولة الثانية وكندا في آخر مبارية الدور الأول ترجمة نانسي قنقر